أهلاً أعزائنا المشاهدين مرة تانية إحنا بنتكلم عن التحول الديني على الجهتين مسيحيين بيتحولوا للإسلام إسلام بيتحولوا إلى المسيح وفهمنا أنه كل مجموعة لها أسبابها طبعاً خليني أسأل بطريقة معينة يعني أنه الشخص العابر إلى المسيح في تحديات أمامه شو هي التحديات؟ التحديات هي أنه بيفقد يعني بيفقد علاقته بأهله بيفقد علاقته بالمجتمع بيضطر أنه في بعض الأماكن أنه يترك البلد اللي هو ما يكون منها ويسافر إما بيعيش حالة من الإضطراب اللي هي يبقى قدام الناس مسلم وما بينه وما بين يعني أهله أهله مسيحي أو الناس اللي مؤمنين من أهله مسيحي ودي حاجة يعني أنا عشتها فترة وكانت صعبة جداً بصراحة أنا ما خبتش على أهلي يعني أن أنا مسيحية لكن طبعاً عنيت من الإضطهاد أو العدم القبول طبعاً هم ما يقبلوش أبداً حاجة زي كده ما فيش حاجة أسمعها أن أنا أختار أعبد ربنا إزاي وأختار الإله اللي أعبده مش حاجة أسمعها كده فبيبتدي ينفصل عن العيلة وبيبتدي ينفصل عن أصحابه وأصدقاءه ومعارفه ويبتدي أنه هو يبقى منحاصر لكن أنا عايزة أقول آه أنا بفقد ممكن يفقد كمان مراثه ممكن يفقد ولاده ممكن يفقد زوجته ممكن واحدة تفقد المكان اللي هي عايشة فيه بلدها الورثة كل حاجة كل حاجة ممكن أن أنا أفقدها يعني هو وكثير من العابرين الحقيقة يعني أنا شفت كثير عابرين أنا بغدم العابرين بقالي السنين طويلة وشفت يعني نمازج كثيرة جداً فيها قد إيه الإنسان بيفقد لكن هقولك على حاجة أخ نزار أن مهما أنا فقط أنا بربح أنا ببصلها من منطلق تاني إحنا آه ممكن نكون بنفقد أهلينا وبنفقد الناس اللي حوالينا وبنفقد ورثنا وفلوسنا وعيالنا لكن أهم حاجة بالنسبة لي أن أنا بربح المسيح أنا بربح الحياة الأبدية الحياة الأبدية أنا عندي ضمان إذ لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع أنا معلياش دينونة أنا مش هقف قدام الميزان الحسنات والسيئات وبقعدة لغاية آخر لحظة في عمري وأنا بغمض عيني عن العالم وأنا مش عارفة أنا هروح فين ولا أأمن مكر ربي يمكن أنا بقى رايحة الجنة وربنا يروح بعيتني على النار ده إيه الفكر الغريب ده المسيح حمل كل خطايا يعني الأخطاء بتاعتي التعديات بتاعتي الأثام بتاعتي المسيح حملها كلها كل ده كل اللي كان بيكتبه الملك اللي قاعد على أداء الشمال وعمال يكتب في السيئات 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 اللي بتدخلني النار كل اللي كتبه المسيح أخده في السليب فأنا إيه قدام الله أنا بلا خطايا بلا إثم فده كفاية بالنسبة لي أنا عارفة أنا رايحة فين على الأقل أنا بمغمض عني عن هذا العالم وأنا عندي ثقة عندي راجاء أن أنا هكون في أبدية مفرحة فيها تزبيح وترنيم مع الإله الذي أحبني الإله اللي جيه لغاية عندي الله مش تعالى الله تنازل يقولي الله تعالى لا الله تنازل في المسيح تنازل وصار إنسان وأخذ خطيتي كان بلا خطي أخذ خطيتي هالصليب ومات بيها وقام عشان يديني رجاء أنا دلوقتي أقدر أكون ماشية حياة فيها ضمان فيها فرح إلهي الفرح مش عشان أنا عندي عربية ولا علشان أنا خدت الورث بتاعي ولا علشان أصحابي بيكلموني ولا علشان أهلي ردين عني الضمان والأمان والفرح فرح داخلي بيعلن بالروح القدس حتى لو أنا بصير في ودي زل الموت حتى لو أنا ماشية في أودية صعبة وفي طرق صعبة جدا ومظلمة وبتعرض للضغط وضغط وتعذيب أنا بثق إن إلهي هيديني حياة أبدية معاه هيديني تيان هيديني أكليل هيديني مكان معاه في السماء ده كفاية بالنسبة لي حتى لو أفقد كل شيء بوليس الرسول قال إن أنا بحسب كل الأشياء نفاية يعني زبالة كل حاجة أنا بقدمها للمسيح أنا بحسبها زي ما تكون زبالة إن كل الأمور إحنا بديها يعني بنفقدها كل الأمور ده هي يا أخي نزار هي أمور إحنا بنسابها في الحياة كده أو كده أنا مش هقدر أخد لورتي ولا هقدر أخد بيتي ولا هقدر أخد أهلي ولا هقدر أخد أولادي لكن أنا أقدر أخد معايا إيه؟ حياتي الأبدية الضمان في الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر